تشاهدون الآن نشرة الأخبار من قناة حضر موت امطلاق القمة الاستثنائية للتعاون الإسلامي حول القدس رئيس الجمهورية يؤكد أن القرار الأمريكي بشأن القدس مثل تجاوزا خطيرا وخرقا للقرارات الوالية رئيس الوزراء يقدم واجب العزاء في وفاة الفنان الكبير أبو بكر سالم بالفقيه مراسم عزاء للفنان أبو بكر سالم بالفقيه في مسقط رأسه بتريد اختتام الأولمبياد الوطني للرياضيات لمحافظات حضر موت وعدن وشبوى والمهر وسقطار أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى نشرة مفصلة من قناة حضر موت الفضائية قال فخامة الرئيس عبدربو منصور هادي رئيس الجمهورية أن قرار الإدارة الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي ونقل السفارة الأمريكية يمثل تجاوزا خطيرا وخرقا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وجميع القرارات الدولية ذات العلاقة بشأن القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة وأضاف في كلمته بالقمة الإسلامية الاستثنائية السادسة المنعقدة اليوم في إسطنبول أن إقدام الإدارة الأمريكية على هذه الخطوة والهادفة إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخ لمدينة القدس المحتلة بقدر ما يشكل استفزازا وتعديا على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني فإنه يمثل خروجا عن الموقف الدولي الهادف لحل الدولتين واعتبار القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية وسيؤدي بالنتيجة إلى يعاقة جهود وفرض السلام وخلق مزيدا من التعقيدات والتساع دائرة التطرف والإرهاب في المنطقة نتيجة للانحياز الأمريكي الصارخ إلى جانب إسرائيل على حقوق الشعب الفلسطيني العربي وأشار رئيس الجمهورية إلى أن القمم الإسلامية ومختلف هيئات منظمات التعاون الإسلامي اتخذت قرارات عديدة حول قضية فلسطين بشكل عام والقدس بشكل خاص ومن أهمها سيادة دولة فلسطين على كافة الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 بما فيها القدس الشرقية واعتبار كافة الإجراءات التي تتخذها دولة الاحتلال في فرض قوانينها وإجراءاتها على مدينة القدس باطلة فإن المهم اليوم ليس يعلان المواقف واتخاذ قرارات جديدة بل يجب أن تقترن قراراتنا باعتماد آليات فاعلة من شأنها ضمان الالتزام بالقرارات وتطبيقها بشكل موحد من قبل جميع الدول الإسلامية وأن تستخدم كافة الوسائل والأدوات الممكنة التي من شأنها دفع الولايات المتحدة لمراجعة قرارها وأهمية الاستفادة من الموقف والالتفاف الدولي الواسع والمعارض للموقف الأمريكي من أجل دعم القضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومواجهة أي إجراءات من شأنها تغيير وضع القدس الشريف الديني والتاريخي والقانوني وأعرب فخامته عن ثقته من أن الأمة الإسلامية قادرة بما لديها من الإمكانيات على الانتصار للقدس الشريف والقضية الفلسطينية ولكل القضايا الإسلامية وقال ومن جهتنا في الجمهورية اليمنية سوف نكرس كل جهودنا لتحقيق المزيد من التكاتف والتضامن الإسلامي وتحقيق النتائج والقرارات التي سوف نقرها في اجتماعاتنا هذه إن القضية الفلسطينية تبقى القضية التي لن تزاحمها قضية أخرى مهما على شأنها وكانت الدورة الاستثنائية لمؤتمر القمة الإسلامية لمنظمة التعاون الإسلامي انطلقت اليوم بحضور قادة وممثلية الدول الأعضاء وتبحث القمة تداعيات الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي ونقل السفارة إليها وسبل التحرك بشكل موحد ومنسق في مواجهة هذه التطورات التي تمس مدينة القدس المحتلة ووضعها التاريخي والقانوني والسياسي وعقد في وقت سابق اليوم اجتماع الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي تحت عنوان العمل الموحد في التضامن مع القدس قدم رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد من دغر مساء أمس في العاصمة السعودية الرياض واجب العزاء والمواساة في وفاة الفنان الكبير أبو بكر سالم بالفقيه الذي انتقل إلى جوار ربه يوم الأحد العاشر من ديسمبر لعام 2017 بعد حياة زاخرة بالعطاء الفني والشعري والأدبي هذا وكان في استقبال رئيس الوزراء أبناء المرحوم أديب وأصيل وأحمد وأليف أبو بكر سالم وأهل وذوي فقيد الوطن والأمة العربية الفنان أبو بكر سالم بالفقيه وقال رئيس الوزراء إن رحيل الفنان العملاق أبو بكر سالم تعد خسارة كبيرة على الواقع الفني والثقافي والإبداعي وليس على مستوى اليمن فحسب وإنما على مستوى الخليج والمنطقة العربية قاطبة حيث ملأ الدنيا طربا وحضورا واسعا على مدى مشواره الفني وقرى رئيس الوزراء الفاتحة على روح الفنان أبو بكر سالم داعينا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وثمن أولاد الفنان المغفور له بإذن الله هذه اللفتة الكريمة من رئيس الوزراء بحضوره شخصيا لتقديم واجب العزاء الأمر الذي يعكس حرص الحكومة اليمنية على التاريخ الفني لوالدهم الذي وهب حياته للفن وساهم إلى حد كبير في نشر الأغنية الحضرمية وألوان أخرى من ألوان الفن الغنائي اليمني كالعدني والصنعاني واللحجي والحجازي والخليجي عموما وانطلق بالأغنية اليمنية إلى مستوى من الرقي رفقه خلال الزيارة وزراء الكهرباء والطاقة المهندس عبدالله أكوع والمغتربين علوي بافقيه والأوقاف والإرشاد أحمد عطية ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى عثمان مجلي شهدت مدينة تاريم بوادي حضرموت جلسة عزاء للفنان الراحل أبو بكر سالم بالفقيه وأقيمت جلسة العزاء بمنزل أبناء عموم الفنان بالفقيه بحضور العلامة عمر بن حفيظ عميد دار المصطفى بتاريم وعدد من المشايخ والعلماء وأشار أبناء عمومة بالفقيه في أحاديث متفرقة إلى أن الفقيدة رعرع يتيما في كنف جده بمدينة تاريم وتلقى العلوم الدينية واللغة بها ثم غادر إلى عدن ومن هناك بدأ مشواره الفني الذي انطلق من عدن إلى السعودية والكويت ومصر وتميز الفنان أبو بكر سالم بالفقيه بثقافة عالية انعكست وعي فني واسع في تجربته الطويلة كما تميز بعذوبة صوته وتعدد طبقاته بين القرار والجواب وبالقدرة على استبطان النص وإجدانيا بأبعاده المختلفة فرحا وحزنا كما تميز بقدرته على أداء الألوان الغنائية المختلفة وإجادته للأغنيتين الحضرمية والعدنية وولد أبو بكر بن سالم بن زين بن حسن بالفقيه في السابع عشر من شهر مارس لعام 1939 بمدينة تاريم التاريخية في حضرموت أبو بكر سالم بالفقيه رائد من رواد الطرب الأصيل والمغني الرائد على مر العقود للطرب والموسيقى في الوطن العربي ومن أعظم الأصوات في العالم حيث أنه تشرب الفن والأدب من أنقى نابعه الأصيلة وغدا علما من أعلام الفن الحضرمي خاصة والعربي عامة وأسس لنفسه مدرسة خاصة سميت باسمه وتتلمد على يده جيل بأكمله ظهرت مواهب أبو بكر سالم الفنية منذ صباه اشتهر في صباه كمشد للأناشد والمشاحة الدينية بالإضافة إلى أنه كان مولعا بالأدب والشعر إلى جانب حبه الكبير للغناء الذي مارسه بشكل رسمي بعد الإنشاد كما عرف عنه آنذاك شغفه وتأثره بأخواله آل الكاف الذين تميزوا بالعلم والثقافة والغناء وخاصة حداد بن حسن الكاف قال وزير الصناعة وتجارة الدكتور محمد الميتمي أن الحكومة تسعى لأعداد برامج الثعافي وإعادة الإعمار لتجاوز تلك المحنة بما يكفل استعادة الأمن والاستقرار في اليمن وتأمين أسس العيش الكريم لمواطنيه جاء ذلك في كلمة اليمن التي ألقاها الميتمي أمام المؤتمر الوزاري 11 لمنظمة التجارة العالمية المنعاقد في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيريس وأوضح اهتمامات اليمن في قضايا مفاوضات المنظمة التي عبرت عنها الإعلانات الوزارية التي شارك وفد اليمن في جنيف بأعداد مسودات مع بقية الوفود ذات العلقة وجرى إقرارها من قبل وزراء التجارة لمجموعة الدول العربية ومجموعة الدول الأقل نمو ومجموعة جي سيفن بلس قبيل انعقاد المؤتمر الوزاري حيث يعد اليمن أحد الأعضاء الناشطين في المجموعات التي تتقارب مصالح الاقتصادية والتجارية والتنموية كما طالب من حكومات تلك الدول الأعضاء في المنظمة العالمية مساندة الحكومة الشرعية في استعادة الدولة وإعادة بناء ما دمره الانقلاب استنادا للمرجعيات ثلاث المتفق عليها المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 22-16 اختتم بمدينة سيئون بمحافظة حضر موت فعاليات الأولمبياد الوطني للرياضيات والذي نظمته أكاديمية الموهوبين بسيئون بتمويل من مؤسسة العون للتنمية خلال الفترة من التاسع إلى العاشر من شهر ديسمبر الجاري بمشاركة تسعين من طلاب الثانوية العامة بمحافظة حضر موت وعدن وشبوى والمهرى وسقطراء وحقق المركز الأول باللومبياد الطالب أحمد محمد بغضاوي من ثانوية سيئون نموذجية فيما حازت مدارس النجاح بتريم على أفضل فيلم تعليمي ومشروع تطوعي وحصدت ثانوية سيئون نموذجية على أفضل قصة نجاح وفي حفل الاختثام أشاد وكيل محافظة حضر موت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري ببرامج وأنشطة أكاديمية الموهوبين بسيئون ومؤسسة العون للتنمية الجهة الممولة في تنفيذ مثل هذه البطولات والمسابقات التي تعمل على تحفيز وتنشيط عقول طلابنا وغرس حب العلم والمعرفة لإنتاج أجيال تقع عليهم مسؤولية وتأمين مستقبل الأجيال القادمة مؤكدا على أن صناعة المستقبل يجب أن تكون عبر العقول المتعلمة وحاملة الأغلام المشرفة لا بالحروب والدمار بدوره أشار المدير العام لمكتب التربية وتعليم بوادي حضر موت الدكتور محمد أحمد فلهوم إلى أن التعليم اليوم قد نقل نقلة نوعية تحاكي التطور الذي شهده على مستوى العالم من جانبه شدد المدير التنفيذي لمؤسسة العون عبد الله بن عثمان على أن الاستثمار الحقيقي اليوم هو في تعليم وتأهيل وتنمية العقول البشرية عبر صناعة بيئة محفزة تجعل كل أركان التعليم تتحرك برعاية كريمة من محافظ محافظة حضر موت قائد المنطقة العسكرية الثانية لواروك فرج سالمين البحسني وإشراف مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضر موت ودعم اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبالتعاون مع صندوق رعاية وتأهيل المعاقين فرع حضر موت نظم مركز الأطراف والعلاج الطبيعي بالمكلة حفلا خطابيا وفنيا وتكريميا بمناسبة اليوم العربي للمعاق والذي يصادف الثالث عشر من شهر ديسمبر من كل عام وفي الحفل أشاد الدكتور سعيد العمودي وكيل محافظة حضر موت لشؤون الساحل والهضبة بمركز الأطراف والاهتمام الذي يوليه بفئة المعاقين مؤكدا وقوف السلطة المحلية إلى جانبهم وتسهيل وتسير الطريق لهم بما يحقق الاستفادة المثلى من الخدمات المقدمة من جانبه أشاد الدكتور رياض حبور الجريري المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضر موت بالدور الذي يلعبه المركز في معالجة الآلاف من المرضى من داخل حضر موت وخارجها خصوصا أثناء الحرب والأزمة الراهنة في البلد مؤكدا وقوف مكتب الصحة مع المركز ودعمه ومساندته فيما أوضح الأخ محمد كرامة مدير صندوق رعاية وتأهل المعاقين الخدمات التي يقدمها الصندوق ودعم ومساندة المعاقين وكان الدكتور محمد الجمحي مدير مركز الأطراف والعلاج الطبيعي بالمكلة رحب في مستهل الحفل بالحضور مشيرا إلى الخدمات التي يقدمها المركز والذي تفوق الطاقة الاستيعابية له في ظل شحة الإمكانيات والظروف الصعبة المحيطة بالبلد تخلل الحفل عددا من الفقرات والوصلات الفنية التي شاركت بها مؤسسة حضر موت للتوحد واختتم بالتكريم للمحافظ والمساهمين والداعمين للاحتفالية أكد الأخ جمال سالم عبدون مدير عام مكتب التربية والتعليم بحضر موت أهمية تضافر الجهود لإنجاح العملية الاختبارية للفصل الدراسي الأول مستعرض خلال لقائه بعدد من رؤساء الشعب مديري الدوائر المختصة بمكتب التربية والتعليم بالمحافظة وقيادات العمل التربوي والتعليم بمدرية المكلة ما شهده ويشهده القطاع التربوي والتعليمي من إنجازات مهمة على مستوى توفير الاحتياجات والمستزمات الفنية والتوسع في المشاريع التربوية والتعليمية بدعم ومساندة وتمويل من محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فارج سالمين البحسني الذي يولي هذا القطاع أهمية قصوى في أجندته التنموية بالمحافظة ويدلل الصعوبات التي تعترض سير العملية التربوية والتعليمية بعموم مدريات حضر موت الساحل مشيدا في مستهل كلمته التوجهية التي تأتي في السياق لعداد والتهيئة لاستقبال اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2017-2018 بالجهود المستمرة والحص الشديد على استقرار العملية التدريسية بمدارس المحافظة منذ اليوم الأول وما يمثله هذا الاستقرار من تميز على مستوى محافظة الجمهورية مؤكدا ضرورة بذل جهود مضاعفة ومتابعة مستمرة من قبل الإدارات التربوية والتعليمية والمدرسية بالمدريات لتهيئة القاعات الاختبارية والالتزام بالجدول الاختباري للمواد الدراسية موجها المناطق التوجهية بضرورة النزولات الميدانية للاطلاع على النماذج الاختبارية لمراحل النقل لشهادتين الأساسية والثانوية والتأكد من مطابقة الأسئلة الاختبارية للمعايير الفنية والتقيد بكافة الإجراءات المصاحبة لسير العملية الاختبارية متمنيا لجميع طلاب التوفيق والنجاح وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى مدارسهم ومدرياتهم وعلى مستوى المحافظة عقل صباح اليوم بقاعة أبراج بن محفوظ بالمكلة اللقاء الموسع للمنظمات الشريكة في برنامج استدامة في نسخته الثانية يأتي هذا اللقاء لتعزيز قيمة الشراكة بين المنظمات الشريكة والتعريف بمشاريع وأنشطة استدامة لعام 2018 إضافة إلى التعريف بمعايير تقييم المنظمات والأخصائيين والمشاركين في دبلوم الممارس التنموي وفي اللقاء الموسع تحدث المدير التنفيذي لمؤسسة العون للتنمية عبد الله بن عثمان عن أهمية العمل المؤسسي وعن التطوير الذاتي للأفراد والمنظمات حاثن المنظمات على رفع نسبة المؤسسية في أعمالها وأضاف بن عثمان بأنه يجب أن يكون للمنظمات رؤية واضحة لتحقق أهدافها ورسالتها وعليها أن تعزز جانب العلاقات والإعلام لتعزيز صورتها الذهنية وأن تولي اهتماما للموارد البشرية في المنظمة من ناحية أخرى استعرض المهندس رشدي بمسعود مدير مركز استدامة خطة مركز استدامة لعام 2018 ومعايير المفاضلة بين الأخصائيين والمشاركين في دبلوم الممارس بشكل عام والمنظمات بشكل خاص وما يطمح له المركز من المنظمات وتطلعات للإسهام فروقي بالمجتمع وتحديد احتياجاته مما يسهم في تنفيذ المشاريع وتحقيق أهدافها لتحقيق تنمية المستدامة من جانبه استعرض المدير المال والإداري بمركز استدامة محمد بن طالب أبرز ما حققه استدامة خلال عام 2017 مشيرا إلى أن هذه الإنجازات ما كان لها أن تتحقق لو لا توفيق الله أولا ثم تضافر جميع الجهود بلغت حصيلة الإرادات الزكوية المحصلة للإدارة العامة للواجبات الزكوية بساحل حضر موت لشهر نوفمبر 28.097.156 ريال يمني جاء ذلك على لسان القائم بأعمال المدير العام للإدارة الأخ هشام بأحمد الذي أوضح بأن نتائج التحصيل لهذا الشهر كانت إيجابية أو مشجعة مقارنة بما تم ربطه بالخطة الإرادية للمكتب والتي تبلغ 15 مليون ريال بفارق فائد مبلغ مقدره 13.097.156 ريال وبنسبة زيادة 87% فيما بلغت الحصيلة المحققة خلال شهر إكتوبر لعام 2017 19.031.902 ريال وأضاف بأحمد بأن إدارة الواجبات تسعى رغم الصعوبات التي تواجه عملها إلى تحقيق ربع مليار ريال مع نهاية العام الحالي 2017 وهو الأمر الذي إن تحقق سيكون لأول مرة في تاريخ الإدارة بالمحافظة لافتا إلى أن إجمالية لإدارة الزكوية المحصلة منذ بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر فبراير لعام 2017 بلغت 213 مليون ريال وأشهد بأحمد بالجهود التي يبذلها كادر الإدارة رغم الصعوبات التي تواجههم وبمساندة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بمحافظ محافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية الليوار ركن فرج سالمين البحسني وحرصه على تذليل كافة الصعوبات التي تقف في طريق آداء عملهم وسط أجواء علمية ورياضية وثقافية يسودها التنافس الشريف تتواصل لليوم الخامس على التوالي منافسات المسابقات الختامية للأنشطة المدرسية اللاصفية للفصل الأول من العام الدراسي 2017-2018 والتي ينظمها مكتب وزارة التربية والتعليم بحضر موت الساحل وتجرى منافساتها بالمنشآت التربوية والتعليمية والرياضية بمدرية غيب وزير ويشارك فيها طلاب المرحلتين الأساسية والثانوية والمجمعات التعليمية المسائية ومركز النور المكوفين للبنين وثانوية المكلة النموذجية وأسفرت نتائج مسابقات اليوم الأربعاء عن الآتي في المسابقة المنهجية للمرحلة الأساسية تأهلت مدرستاء المعارف الأهلية من مدرية المكلة والهدى بالحامي من مدرية الشهر للمسابقة النهائية التي ستجرى صباح وقدن الخميس وفي منافسات تنس الطاولة لمرحلة الثانية تمكن الطالب أبو بكر سالم بن لعجم من المجمع المسائية التعليمي بالمكلة من الفوز بالمركز الأول فيما حصد الطالب محمد سعيد العمودي من مدارس المعارف بالمكلة المركز الأول في منافسات لعبة الشطرنج وفي المرحلة الأولى من مسابقة كرة القدم للمرحلة الثانوية تأهل للمباراة النهائية والتي ستجرى عصر الغد فريقاء ثانوية ميفع من مدرية بروم ميفع وثانوية المصموم من مدرية دوعا كما ستجرى عصر يوم الغد المنافسات الخاصة بالمشهد التمثيلي المسرحي لمرحلة التعليم الثانوي ومسابقة الأداء التمثيلي للمرحلة الأساسية من الصف الأول وحتى السادس ختام الأخبار تذكير بأبرز ما ورد فيها من أنباء انطلاق القمة الاستثنائية للتعاون الإسلامي حول القدس رئيس الجمهورية يؤكد أن القرار الأمريكي بشأن القدس مثل تجاوزا خطيرا وخرقا للقرارات الثولية رئيس الوزراء يقدم واجب العزاء في وفاة الفنان الكبير أبو بكر سالم بالفقيه مراسم عزاء للفنان أبو بكر سالم بالفقيه في مصقة رأسه بتريد اختتام الأولمبياد الوطني للرياضيات لمحافظات حضر موت وعدن وشبوى والمهر وسقطار وبالتذكير بالعنوين نكون مشاهدين الكرام قد وصلنا وإياكم إلى ختم الأخبار قدمناها لكم من قناة حضر موت الفضائية إلى الملتقى دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة